السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة عن اصابة بيتعرض لها 90% من الرياضيين وهي اصابة عدلة الضمة الضمة من الاصابات اللي لازم تعالجها بشكل صح وبشكل كويس علشان الاصابة دي ممكن تتحول لاصابة مزمنة خصوصا في عدلة الضمة نتيجة لإهمال اللاعب او العلاج بشكل غلط هنتكلم في الفيديو النهاردة عن اسباب الاصابة وطرق علاجها بس ما تنساش تدعمنا باشتراك ولايك ولو عندك اي سؤال سيبه في كومنت من اسباب اصابة عدلة الضمة رقم واحد اللي كلنا عارفينه وهو عدم الاحماء قبل التمرين او قبل الماتش او عدم التسخين بشكل كويس ده بيقدي لحصول اصابات منها اصابة عدلة الضمة رقم اثنين التدريب الزائد على العدلات وده بيسبب اجهاد للعدلة وبيحصل تماظر خصوصا ان عدلة الضمة بتكون من العدلات الضعيفة في الجسم رقم تلاتة لما اللاعب او رياضي بيبطل تمرين لفترة طويلة وبعدين بيرجع تاني لازم يرجع واحدة واحدة بشكل تدريجي علشان يتجنب حصول اي اصابة خصوصا في عدلة الضمة لانها زي ما قلنا من العدلات الضعيفة اللي بيحصلها اصابة بشكل بشكل سريع اصابة الضمة بتتقسم لتلات انواع اول نوع وهو اصابة العدلة المقربة القصيرة وده مدة راحتها حوالي عشر تيام والعدلة اصابة العدلة المقربة الطويلة وده مدة راحتها بيكون من عشر تيام لشهر ونص تقريبا وتالت نوع او تالت تقسيم هو اصابة العدلة المقربة الكبيرة وده بتاخد شهرين او ممكن كمان وقت اطول وممكن يحصل تدخل جراحي وعملية في الحالة دي طب العلاج بيكون ايه العلاج بيكون كما دية تلجي تلت مرات في اليوم من عشرة لخمستاشر دقيقة اه مع الراحة التمة وكمان ممكن نعتمد على حبوب اللي هي مسكينة للألم بس الافضل استشارة طبيب او متخصص علشين حاجتين اول حاجة تعرف اصابتك ايه بالزبط يعني العدلة تضم عندك اصابت ايه بالزبط عشان تحدد هتقعد وقته قد ايه اه مدة الاصابة وكمان درجة الاصابة تعرف هي ايه بالزبط اه ممكن كمان يطلع الاصابة بتاعتك اجهاد او شد بسيط يعني مش عرض يكون فيه تمزق او الكلام ده كله وكمان علشين الدكتور او المتخصص ده يحدد لك نوع حبوب او نوع مسكين للألم يعني متاخدش حاجة وخلاص لان ده ممكن يسبب اعراض جانبية او تأثيرات سلبية او ممكن يسبب مشاكل صحية كمان الترجة بتكون في اول 48 ساعة من حدوث الاصابة وبعد كده بنبدأ نعمل كامدات مياضة فيه